من جانبه أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام في تصريح خاص لمركز الأقبار أكد على مضامين كلمة جلالة الملك المعظم التي ألقاها خلال انطلاقة دوري للعقادة الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى وما تمثله الكلمة من براس عمل لجميع السلطات في مملكة البحرين كما أكد سعادة الوزير على ما تشكله هذه الانطلاقة من استكمال للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين ودليل على استمرارية التجربة الديمقراطية بنجاح شرفنا بحضور جلسة افتتاح دور العقادة الأول من الفصل التشريعي السادس واللي شرفنا فيها سيد جالة الملك بحضوره وبالقاء كلمة الصراحة كانت ملهمة لجميع الحضور ونبراس عمل لجميع السلطات في مملكة البحرين وخط طريق لأنه يأسس للتعاون للوصول إلى الأهداف الوطنية السامية التي كانت مضامنا في مضامين كلمة سيد جالة الملك ولا شك أن انطلاق هذه الدور في بداية الفصل التشريعي السادس هو انطلاقة جديدة للمسيرة المباركة التي قودها سيدي حضرة صاحب الجلالة واستكمال المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين ودليل على استمرارية هذه التجربة بنجاح وانتظامها في مواعيدة الدستورية وتكاتف الحمد لله جميع أبناء الشعب وراها والتي تبين من خلال مشاركة المواطنين بحماس وبعداد كبيرة وقياسية شكلت نسبة 73% من الكتلة الناخبة في الانتخابات النيابية الأخيرة فالحمد لله اليوم كان هذا اليوم انطلاقة جديدة وان شاء الله يا رب العالمين يوافق الجميع في خدمة مملكة البحرين وخدمة المواطنين ويعيننا جميعا على هذه المهام باذن الله